الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين اخواني هذه فتو الشيخ فركوس فيما يخص حكم التحدث بغير اللغة العربية السؤال مطروح نحن في البيت تغالب محادثات نتقع باللغة الفرنسية ولا نتكلم بالعربية الا نادرا فهل التكلم بغير اللغة العربية حرام؟ جوب الشيخ فركوس حفظ الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فالأصل عدم جواز التشبه باليهود والنصارى والأعاجم ووجوب مخالفتهم للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ومن أحدها التحدث بلغتهم وتقليدهم في نبراتهم وحركاتهم حال التحدث بها فإن ذلك مشعر بمودتهم وميل القلب إليهم لأن الظاهر يعطي نسبا وتشاكلا بما يحصل في الباطن كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غير أنه استثناء من هذا الأصل يجوز التكلم بها للحاجة كما يجوز تعلم لغة الأعاجم وكتابتهم والاستفادة من علومه ونقلها إلى اللغة العربية لأمن مكرهم وشرهم لقوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا هذا ويجدر التنبيه إلى أن تعلم لغة الأعاجم إنما يكون للعلة السابقة أما أن تجعل نمط حياة المسلمين في خطاباتهم ومرسلاتهم في سائر شؤون الحياة فلا يجوز ذلك البتة واستبدال الأعجمية بدل العربية استبدال للأدنى بالذي هو خير وهو نوع من الولاء لأهل الكفر مذموم شرعا على منصة عليه النصوص القرآنية في مبدأ الولاء والبراء الذي هو ثمرة التوحيد وأوثق عور الإسلام والعلم عند الله تعالى وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليم جزائر في ربع رمضان 1424 الموافق لـ 11 أكتوبر 2003 والسلام عليكم